التقى رئيس الحكومة أحمد بن مبارك في العاصمة عدن السفير الليبي لدى اليمن إدريس أحمد أبو بكر وناقش اللقاء آليات ترجمة التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها بين رئيس الحكومة بن مبارك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى خطط تنفيذية بما يؤدي لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين وعرب بن مبارك عن تقديره لما أبدأ نظيره الليبي من حرص على دعم اليمن في المجالات الحيوية منوها بالتواجد الفاعل للسفارة الليبية وقنصريتها بكامل قوامها في العاصمة عدن